سعيد نورتنا وشرفتنا وأنا سعيد بوجودك معنا النهاردة وبعتبرك من علامات السنين المصري والله أنا اللي سعيد بوجودك وسعيد إن أنا قاعد معاك هنا وسعيد في البرنامج بتاعك الجميل ده إن أنا أحد يوفه فالسعادة عندي أنا والله علاقتك بالتمسيجات إزاي سالسيد بص أنا كنت في الأيام المدرسة كنت بمسك زمان كان فيه مصلحة مدرسة فكانوا بيعملوا مسابقات دورية فكنا نور الشريف كان في سيرة زينب وأنا كنت في الجيزة وكده يعني كل واحد في منطقة وكان المسابقة بين المحافظات وكده فكان نور الشريف يطلع الأول أنا أطلع التاني في ذلك الوقت يعني الستينات أو الخمسينات يعني فكان فيه معايا خلطة بالفنانين الطلبة ساعتها اللي بيمثلوا الطلبة دول تحولوا إلى معه التمثيل وأنا ما قدرتش أخش مع التمثيل كنت بشتغل ساعتها بس كنت منتمي إلى الأسرة الفنية كان فيه مصلح الحكيم كان محتوي كل الشبان اللي كانوا زي ومن هنا بدأت الحكاية حضرتك لما كنت بتمثل كنت تشتغل حاجة ثانية؟ ما زلت يعني أصل حقيقة فيه كتير ما يعرفوش أنك أنت أساساً رجل صناعة ورجل أعمال ورجل بيزنس وأن بالنسبة لك التمثيل ده كان على الهامش بس تحول إلى احتراف بس بحبه وأنا بعلله لك حاجة بحبها يعني مش عايز أقول هواية هو أنا هاوي لحد النهاردة لكن الشغلة الرئيسية إيه بتاعتك؟ أنا مستورد قطع غيار والحمد لله ربنا كريم وكنت من كبار تجار السيارات في فترة من فترات زمان يعني أنت كنت تشغل في البزنس لكن التمثيل ده كان إيه؟ التمثيل ده كان هويتي وحبي فأنا بعشق التمثيل فاكر دورك فعلاً أعيش في جلباب أبي الله عليك سالم خيشة آه آه المعلم سالم ده الناس بيحارونه به حاجة جميلة جداً يعني أو ده من ضمن التاريخ